عزيزاتي طالبات الصف الثاني متوسط في ثانوية السندباد الأهلية مرحبا بكم في دروس الإلكترونية محاضرة لهذا اليوم محاضرة علوم لموضوع القدرة باور تعرف القدرة بأنها المعدل الزمني لإنجاز شغل وتقاس بوحدة الواط وتحسب بالقانون التالي power تساوي work على time P تساوي W على T حيث أن P تساوي بوحدة الواط تساوي جول على second فيقاس شغل بوحدة الجول والزمن بوحدة السكن القدرة والشغل كميتان فيزيائيتان متلازمتان فنقول للشخص الذي ينجز شغلا بفترة زمنية قليلة بأنه ذو قدرة أعلى من الشغل الذي يستغرق زمنا أطول ملاحظة تزداد القدرة بزيادة الشغل المنجز خلال زمن معين هناك وحدات أخرى تستخدم لقياس القدرة مثل القدرة الحصانية horsepower HP لقياس قدرة المكائن والآلات والسيارات الثغيلة كل واحد HP تساوي 746 واط ناقش قدرة الشخص على إنجاز شغل تزداد كلما قل الزمن هذا يعني أن القدرة تتناسب تناسبا عكسيا مع الزمن مثال رباع رياضي رفع ثقلا مقداره 30 كيلو جرام إلى ارتفاع 1 متر ما قدرة هذا الرباع إذا رفع الثقل خلاله 1 منت P تساوي W على T نجد الـ P الـ W وهو F.X ويساوي لي الـ F هو عبارة عن مقدار ووزن الذي يحمله هذا الرباع ويساوي MG.X يطلع عندي W تساوي 580 جول نطبق القانون الرئيسي للقدرة Power تساوي W على T يعني الشغل الذي أنجزه على الزمن المستغرق بما أن الزمن 1 منت يحول الـ 1 منت إلى Second يعني 60 ثانية ويساوي 588 جول على 60 Second ويساوي 9.8 وات شكرا لأصغائكم وإلى اللقاء في محاضرة محاضرة